اللقاح بتاع سبوتنيك في الروسي أخذ على الموافقة الأولى من الاتحاد الأوروبي وأخذ برضو موافقة من الإمارات احنا بتكلم على موافقات أولى لكن هذا اللقاح بدأ يدخل الخدمة نقدر نقول أو بدأ يحصل على اعتراف ويمكن ده بعد نشر نتائج المرحلة الأولى والتانية في لانسيت ودي طبعا دورية علمية كبيرة جدا وده حتى شجع ألمانيا أنها تعرض أن تشارك روسيا في هذه التجارب وتشارك روسيا أيضا في إنتاج لقاح سبوتنيك في وده خبر كويس قوي لأنه ده معناها أنه دلوقتي بقى في لقاح جديد جنب قلنا موديرنا وقلنا جنب فايزر وجنب أسترازينكا اللي هو أسترازينكا اللي هو أكسفورد وجنب اللقاح الصيني دلوقتي اللقاح الروسي بدأ ياخد اعتماد أولي من الدول الأوروبية وفي انتظار طبعا نشر تجارب المرحلة الثالثة وطبعا زي ما قلت لحضراتكم ألمانيا عرضت على روسيا شراكة في إنتاج هذا اللقاح